مباشر اقتضرنا شوية حمالة جالتق الروح ماذا حال وصول العداد واذا كان اقبال هذه كتاب الجمعية اللي كانت تباقلها مجموعة نعم هذه مجموعة ما عنا نستطيع اللي كانت واحدة مجموعة لان فيها الان اكثر من 60 الف منخارط وهي جمعية اللي قررت انها تصير جمعية بإطارها القانوني بالأعضاء ديالها كل شيء وهي فاعلة على مجتويات عدة وفاعلة في الجانب الانساني اللي هو التبرع بالدم نحنو كان عرفوه باللي كان واحد الحاجة كبيرة لهذه المادة الحيوية اللي هي الدم للأسف الشديد مؤخرا كان هناك حديث على ان ديال الدم اللي كانت المغرب ما كيتجوز ربعيام بمعنى لا قدر الله لو كانتوقع شيكاريتا ولا ما عندناش كتر من ربعيام المخزون ديال الدم مدينة وجداء وجهة الشرق من المدن المعروفة على الصعيد الوطني بانها كتحقق ارقام كبيرة في التبرع ديال الدم وهذا واحد المفخارة لان المدينة اللي فيها اول دائما كتكون هي الاولة على جميع الاسعيدة لذلك فموازة مع اليوم العالمي لتبرع بالدم كتكون هذه الجمعية من سباقات مع باقي التنسيقيات باقي الجمعيات باقي المجموعات مشاركة في هذه الحملة ولاحظنا ان اقبال كبير على مركز تحقق الدم العملية مازالة مستمرة نحن الان في 85 متبرع بمعنى 85 كيس بمعنى 85 حيات يمكننا نقضوها وكان دعي من هذا المنبر جميع المغاربة باش يشاركوا في هذه الحملة على الصعيد الوطني لا يكتفوش فقط بهذه الأيام اللي تتخلل مثلا اليوم العالمي او تصادف معاشي فرصة من الفرص لكن تكون تبرع بالدم التقافة من التقافة ديالنا وتبرع بالدم كما هو معروف ومن احيان الاخر ومن احيان الشخص الذي يتبرع ويستفد بشكل كبير ويستفد بشكل كبير ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وهي تقافة لحوالها وتقافة نشجعها الحمد لله انها في الشرق مدينة وجداء وفي جهة الشرق كلها هي الوحدة التي تعرف اقبال كبير من لدن المواطنين ونحن كنا نلاحظوا بأن الاعضاء الجميع كانوا بعض الناس لا تتوافرش فيهم بعض الشروط مني كنا نقول لهم لا تقافة تبرعوا وغريب انك تحس بها الشعور ان شخص جاي بشيعتك الدم ولكن ما يقدر شيعت الدم لانه يقدر يكون مدرر بالنسبة له ومدرر بالنسبة للاخر لذلك التقافة ستستمر لانه عندما نريد أن نسمعها لدينا فقط 4 أيام مخزون الدم ونريد أن يكون هذه الاستمرارية وهذه الاستمرارية لا تكون إلا إذا كان واحد اقبال كبير من المواطنين لا يقتصر على المجموعة التي كنا نتكلها نحن فقط ولكن مجموعة أخرى كبيرة افتراضية او لا حقيقية او لا على مواقع التواصل لكي يكون هذه التقافة مستمرة لكي نرى الحياة تنقد في مدينة وجدة وما أحوج الناس إلى هذه المادة الحيوية ومشكورين والله عز وجل كي يبرق لهم في الدم ديرهم في الحياة ستيرهم لأنهم كي ينأخذوا واحد حاجة اللي سمت الحياة والحياة نحن في حاجتها إليها جميعا وكمالك ستضل معنا أخذنا شيء كلمة ستايا بل معنا رئيس الجمعية نعم السيئة نجب القاسم رئيس الجمعية ودائما كي شاركت هذه المبادرات اللي هو اللي غن نعطيه الميشة على الآن بشي تحددتها للمجموعة كيف اشترات من هذه الجمعية من المجموعة في سبوكية جمعية قائمة بذلك لكي كلمة سألس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أول حاجة مثل السور كيف هو السر المجموعة مع المسطار ساطئت وقت ستين ألف يعني في الجروب من هذا الجروب تأتي فاسبوب وكي جاءت الفكرة مش انهم مجموعة كيف يكترون جمعية أولا مشؤول أخذ طريق على تغطية بإسم شورتفك سألسى سألسى لماذا المجموعة مشحت كما نقول نحن نحن تلقى هزينة الحمد لله المجموعة تعرفت بالمصداقية ومجموعة مفتوحة الجميع يعني ما نقول باقي صاحبي يعني مجموعة الناس كتبيع فيها كتشري فيها يعني مجموعة مفتوحة متعددة المجالات و الحمد لله كين مصداقية و شفاة